طيب نبدأ بأخبار نادي الزمالك وفيما يخص أحمد فتوح فمصدر في نادي الزمالك لأن أحمد فتوح تلقى عرضيين من أحد الأندية الإماراتية في الساعات الماضية مقابل مليوني دولار إدارة نادي الزمالك رفضت العرض تماما أو حتى مناقشة العرض وقررت عدم رحيل فتوح لأهميته طبعا بالنسبة للفريق الفترة القادمة علما أن القيد ما زال مفتوحا فيها الدوري الإماراتي وهيتقفل يوم 21 سبتمبر يعني بعدين بأسبوع تقريبا نادي الزمالك كان بيلعم مع سيراميكا كليوباترا وديا وسيراميكا كليوباترا فاز على الزمالك 3-0 مباراة وديا كانت النهاردة استعدادا للموسم الجديد سجل أهداف سيراميكا كليوباترا محمد توني ومحمد إبراهيم والعائد لسيراميكا كليوباترا من الآرى جون إبوكا هو منسبة جون إبوكا فنادي الزمالك بيفكر في جون إبوكا وشايف أنه ممكن يتعايد معاه في يناير فطلبوا عبره وسطاء من جون إبوكا أنه ما يوقعش لأي نادي في الفترة الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات تحسبا نظام اللاعب في يناير القادم